السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية ومرحبا بكم في قناة حصة مع فيديو آخر من فيديوهات الرياديات وإذا كنتم جدد في القناة أدعوكم للاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد بالنسبة لهذه الفيديو سيكون فكرة ممتازة لكيفية حفظ جذوى الضرب انتلاقا من تقنية بسيطة جدا لاحظوا معي جذوى الضرب هنا من 1 إلى 9 يعني بالنسبة لخانة جذوى الضرب 10 فهي بسيطة جدا فقط نضيف صفر إلى آخر العدد مثلا 1 في 10 هي 10 2 في 10 20 وهكذا بالنسبة للجذوى الذي قسرت عليه فهو من 1 إلى 9 لاحظوا جيدا أن هناك بعض الأعداد لونتها باللون الأزرق وهذه الألوان جميعها لن نضطر إلى حفظها لماذا؟ لأن الضربة تبادلي لاحظوا معي سأحفظ فقط الأعداد التي تكون دائما العام الأول أصغر من العام الثاني مثلا ك2 في 5 إذا عرفت بأن 2 في 5 يساوي 10 فإن 5 في 2 أيضا يساوي 10 إذا لاحظوا جيدا هنا 2 في 5 يساوي 10 إذن 5 في 2 أيضا يساوي 10 وبالتالي إذا حفظنا هذا النصف جذوى الضرب فإن بشكل مباشر سنكون قد حفظنا النصفة الآخر إذن هذه أول فكرة بالنسبة لحفظ جذوى الضرب كاملا بسهولة إذن اعتماد على تبادلي الضرب المسألة الثانية هو أنه خانت جذوى الضرب الضرب في 1 1 في 1 1 في 2 2 1 في 3 إذن جائما هذا السطر للأزرق فهو سهل جدا إذن بالتالي من السهولة حفظه لاحظوا معي هنا لونتوا بعض الأعداد بالأخضر فقط سوف تحفظون معي هذه الأعداد فقط بالأخضر وبقية الأعداد سنتستنتجها انطلاقا منها وهذا السطر الذي في الوسط كما ترون 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 61, 81 ضروري ضروري جدا حفظه أيضا وبالتالي بحفظ هذه الأعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 عددا فقط ستمكننا من حفظ جدوى الضرب كاملا لاحظوا معي هنا الخانة التي لونتها باللون البرتقالي فهي جدوى الضرب ديال 9 بالنسبة إذا أردت أن أحسب 2 في 9 مثلا أقوم بحساب 2 في 10 إذن أكتب 2 في 10 أجد 20 ثم أطرح 2 أقوم بـ 20 ناقص 2 أجد نتيجة 18 وأكتب 18 نفس الطريقة مع العدد 3 3 في 9 إذن هي أعتبرها 3 في 10 30 وأنقص 30 أنقص منها أطرح منها 3 أجد 27 نفس الطريقة 4 4 في 9 أحسب 4 في 10 40 وأطرح 4 أحصل على النتيجة 6 و30 وهكذا إلى أن أجد جدوى الضرب ديال 9 بالنسبة للألوان التي تراحضون هنا بالبنفسجي 12 14 17 18 21 كيف نحصل عليها مثلا 2 في 6 كيف أحسب 2 في 6 أقوم باستعمال توزيعية الضرب على الجمع لاحظوا بأن 2 في 6 ما هي إلا 2 في بين قوسين 2 زائد 4 لأن 6 هي 2 زائد 4 2 في 2 زائد 2 في 4 2 في 2 دايشة نحفظها إذن نعلم 2 في 2 كم تساوي هي 4 ثم 2 في 4 هي 8 إذن 4 زائد 8 الجمع هنا بسيط 12 ونكتب 12 2 في 7 نفس طريقة 2 في 3 زائد 2 في 4 قسمت 7 إلى عددين 4 و 3 لأن هنا أعداد صغيرة يمكن حساب بسهولة هذه العمليتين 2 في 3 6 2 في 4 8 8 زائد 6 14 إذن 2 في 7 14 ثم نفس طريقة 2 في 8 هي 2 في 4 زائد 2 في 4 8 زائد 8 تساوي 16 3 في 6 أيضا هي 3 في 3 زائد 3 في 3 9 زائد 9 18 وأكتب 18 ثم بنفس الطريقة بقية العمليات 3 في 7 هي 3 في 2 زائد 2 3 في 5 هي 6 زائد 15 تساوي 21 ثم 3 في 8 هي 3 في 4 زائد 3 في 4 3 في 4 12 زائد 12 تساوي 24 ثم 4 في 6 تساوي 4 في 3 زائد 4 في 3 تساوي 12 زائد 12 تساوي 24 إذن ثم كذلك 4 في 6 نفس الطريقة هي 24 ثم نفس الطريقة يعني أنا سوف أحسب 4 في 6 هي 4 في 3 زائد 4 في 3 هي 12 زائد 12 24 ثم 4 في 7 بنفس الطريقة 4 في 3 زائد 4 في 4 4 في 3 هي 12 زائد 4 في 4 16 16 زائد 12 ثم 4 في 8 هي 4 في 4 زي 4 في 4 16 زي 16 إثنان وثلاثون ثم بالنسبة لجدوا الضرب 5 فهو بسيط لذلك لونته بلون أخضر فأيقاع كما تلاحظون 5 في 6 ثلاثون 5 في 5 خمسة وعشرون 5 في 8 خمسة وثلاثون 5 في 8 أربعون 5 في 7 خمسة وثلاثون و5 في 9 نقوم بـ 5 في عشرة وننقص منها النتيجة 5 لنجد 45 هنا أيضاً ثلاث أعداد يجب أن يحفظها عند ذريق قلب هنا نفس الطريقة 6 في 7 أحسب 6 في 3 ثم زائد 6 في 4 إذن نحسب ديجة 6 في 4 نعرف أنها 24 و6 في 3 نعرف أنها تساوي 18 إذن أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إن أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا اشتراك معنا في القناة وشكراً لكم